وينتظر العالم أن يطلق أزيفيدو في بالي بإندونيسيا جولة جديدة من مفاوضات التجارة في ديسمبر مفاوضات تحمل جبلا من التحديات لسيما في مجال تحرير الزراعة مؤتمر بريتنووتس الذي جمع دول المنضوية تحت لواء الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية عام 44 أرسى دعائم مؤسسات مالية واقتصادية دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد دون أن يغفل موضوع التجارة العالمية التي صيغى توافق المجتمعين أنذاك حولها من خلال اتفاقية الجات أي الاتفاقية العامة للتعريف الجمركية والتجارة نظام الجات ساهم في وضع معايير للتجارة بين الدول بهدف تحقيق الازدهار والنمو والعدالة التجارية وقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات استغرقت أعواما عدة تناولت الجولات الأولى منها بشكل رئيسي موضوع خفض التعريف الجمركية الجولة الأخيرة بدأت في الأوروغوي عام 86 وأدت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 95 جولة المفاوضات الأهم التي شهدتها منظمة التجارة العالمية بدأت في نوفمبر من العام 2001 في الدوحة حين تجاوز عدد الدول الأعضاء في المنظمة 150 دولة والصندمام الصين والسعودية هدفت تلك الجولة إلى تخفيض الحواجز الجمركية بين الدول بهدف تسهيل تنقل البضائع والخدمات ودعم التجارة العالمية إلا أن المباحثات اصطدمت بحائط مسدود عام 2008 عندما تصاعدت حدة الخلاف بين الدول المتقدمة والدول النامية حول تحرير الزراعة فالولايات المتحدة لم ترفض خفض المعونات التي تقدمها لمزارعيها فحسب وإنما طالبت ودول متقدمة أخرى بخفض التعرف الجمركية على الواردات الزراعية حول العالم الأمر الذي رفضته الدول النامية كما تضمنت الخلافات موضوع القطن الذي تصدره الدول الأفريقية الفقيرة حيث طالبت هذه الدول الولايات المتحدة بخفض الدعم الذي تقدمه لمنتجي القطن الأمريكيين الأمر الذي رفضته الإدارة الأمريكية وفي حال نجحت منظمة التجارة العالمية في تجاوز هذه التحديات في ظل الإدارة الجديدة فمن المتوقع أن يؤدي التحرير الكلي للتجارة إلى زيادة حجمها بما لا يقل عن 130 مليار دولار سنويا مما يدعم بالتأكيد نمو الاقتصاد العالمي الذي يرزح تحت وطأة أزماته المتعاقبة